موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع والعليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم أرقام التواصل موجودة معكم على الشاشة ونسعد بمداخلاتكم اليوم موضوعنا شوي خطير وحساس وجريء وإذا إحنا ما نكون جريئين في بعض المواضيع اللي تحتاج طرح أتوقع ما راح نعالج المشكلة إذا أنا وأنت وكل واحد متحفظ في الموضوع وساكت كيف نطيب؟ هذه مشكلة هذه المشكلة اليوم أتوقع أصبحت ظاهرة لما نقول ظاهرة شيء يعني لما يكون منتشر يسمى ظاهرة شيء الشاذ البسيط هذا ما تلتفت له أنا أقصد من الأفعال أو الأخطاء اللي يتقع من بعض أفراد المجتمع لكن للأسف الشديد أقول أن هذه أصبحت اليوم ظاهرة هذه ظاهرة صارت لها جمعيات ومؤسسات ومنظمات ودول وصحف ومواقع وصفحات ويعني حاجة مهولة كبيرة جدا ترعاها وأموال تضخ ومواقع يصرف عليها حتى لنشر هذه الظاهرة الخطيرة جدا التعيسة التي تسللت اليوم ووصلت للأسف الشديد إلى مجتمعاتنا اليوم يا أخوة كرام راح نتكلم عن ظاهرة الشواذ الشواذ سواء كانوا من جهة النساء أو كانوا من جهة الرجال هذه الظاهرة جدا جدا خطيرة إذا ما تداركنا الموقف والسعين جاهدين لمعرفة أسبابها ونتائجها وكيفية علاجها راح نقع بالفخ العظيم الذي انتشر اليوم يا فيصل لا والله انتشر انتشر وبيقوة أنا قبل ما أوصل حطيت تغريد كلام عندي فيه أحد برامج التواصل أتكلمت أني راح أتكلم اليوم عن هذا الموضوع فوحد كاتب لي هذول انقرضوا فصورت الشاشة وعرضتها في الستوري هجوم جاني من الناس منو قال لك هذول انقرضوا تعال شوف بلهم بتزايد مستمر البويات الشواذ المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهين من النساء بالرجال هذول اللي كانوا يسموهم شواذ اليوم لا اليوم أصبحوا يسعون جاهدين اللي تغييروا سماهم لا كيف ليش تسمون الشواذ نحن مو بشواذ نحن حالنا من حالكم شو عيال تبوون شو يسمونكم نحن مثليين نحن المثليين قبل كان الواحد فيهم يستحي لا يمكن يتجرى أن يطلع في برامج التواصل في المنطقة في الفريج على شاشة على مكان لا يمكن يستحي ينخش عندك من واحد رغبانين فيه ويتبعوه البنت البوي اللي تتشبه في الرجال تسعى جاهدة جدام الملأ أن تكون لا هي أنثى طبيعية وكذا كذا وفي صراع نفسي بينها وبين ذاتها اليوم لا لا اليوم تفتخر تفتخر أن هي كذا وأصبح اسمها مسجل في هذه المنظمات والجمعيات اللي ترعى حقوق هذول الناس اللي تسموا بالمثليين بل هم شواذ خالفوا الفطر خالفوا الخلق اللي عز وجل خلق الإنسان عليها الله عز وجل يا أخويا الكرام خلقنا أسوياء اعطاننا عقل افكر في ذكر في أنثى في صغير في كبير وليس الذكر وكل أنثى الله جعل الرجل يميل للأنثى وجعل الأنثى تميل للرجل هذه فطرة هذه فطرة فطرة الله عز وجل بها العباد حتى الحيوان ونتم كرامة الله عز وجل جعل الحيوان الذكر يميل للأنثى والأنثى تميل للذكر الحيوان فما بالنا إحنا اليوم كبشر يعني مسخت عقولنا وانحرفت أفكارنا ويعني توسخت ثقافاتنا بسبب انتشار هذه النماذج التعييسة في مجتمعاتنا اليوم هذول الناس اللي يحملون هذه الأفكار ملايين البشر صاروا يتابعون ببرامج التواصل ملايين يطلعون على الشاشات يتكلمون عادي بكل جرأة بمواقع التواصل الاجتماعي يوم تدخل تنصدم يوم تدخل تنصدم لذلك من النتائج لوجود هذه الظاهرة من النتائج أو من أسباب انتشار هذه الظاهرة ريض المجتمع وسكوت المجتمع عن هذه النماذج من صور السكوت أن أنت تتابعهم بمرامج التواصل لما أنا وأنت وغيري وأختي وأختك ونساء المجتمع كل واحد عمل لإضافة حق هذه البنت بمواقع التواصل بسبب من؟ ما الذي يجعل الشيطان يزين لهذه المرأة؟ ما هي عليه؟ أنا وأنت أنا وأنت لما عملنا متابعة لأمثال هذه النماذج الغير سوية على قولتهم كثرنا سوادهم أنا وأنت تابعناهم كثرنا سوادهم جعلنا لهم شأن بدل ما كان هو أصلاً إنسان قزم ما يزيني شيء في الحياة أصبح له مش قامة أصبح له كعب متعالي فيه متعالي متغطرس ملايين يا رجل أتكلم معك بكل ثقة أنا وأنت نحلم إذا نوصل لعدد المتابعين اللي يتابعوهم من هذا؟ إنسان ممسوخ الفطرة ممسوخ الهوية ممسوخ يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال إلعنوهن فإنهن ملعونات أخرجوهن من بيوتهن المرأة لتتشبه بالرجل ملعونة بلسان من؟ بلسان النبي صلى الله عليه وسلم فيصل أنت إنسان متنمر حين يقولون بطريقة هذه أنا عرق هذا المقطع أنا بقصة إن شاء الله وبحطه في الإستقرام في حسابي صدقني التعليقات تحت أنت متنمر أنت متشدد أنت ضد التسامح أي تسامح؟ يا رجل أي تسامح في الموضوع؟ الموضوع فيه شذوذ فكري شذوذ جنسي شذوذ هوية المساخ يعني لأبعد الحدود شو علاقة؟ لا بلا أنت متنمر لابد أن نفهم ونفرق متى الإنسان يكون متسامح مع الغير؟ متى الإنسان مطلوب منه أن يعالج مشكلة ولو بضرب بيد من حديد؟ نحن أمام ظاهرة أصبحت موجودة في الجامعات موجودة في المدارس موجودة في المولات موجودة في العمل موجودة في كل مكان هذه الظاهرة الخطيرة تسللت بمعنى الكلمة لا بيوتنا تحصلها تمشي في المدرسة في المدرسة بنت في العدادي الثانوي تمشي لابسة عالة هذه يسموه المسطح وانت بكرامة قصة شعارها مثل أولادهم سوية قصة وتمشي وعباياء وصدرها فصم الثيابة هذه مفتوحة ورافع إيديها أنا بمثل لكم حتى نكون نحن واقعين طريقة هذه يوم تمشي في المدرسة مثل الرجال ولكنها أنثى أنت جنس لطيف نعم نعم إذا وحده جزت بطيحي لا تمشي تذيها نافخة صدرها وتطالع البنات وتتصدد وترج وتضارب وتقولها كلمة ترج عليك بعشر كلمات وزعيمة في المدرسة تمشي تذيها وراها قروب مطبلين هذول المطبلين كانوا سبب من أسباب تمرد هذه الفتاة وجعلوها تسلك هذا الطريق وتستمر فيه في معجبين في مطبلين في مصفقين لهذه الفتاة هذه الفتاة لو وجدت في المجتمع من لا يلتفت لها من لا يلقي لها بال ما راح تفعل هذا الفعل قالت خلني أخطي هذه الخطوة يمكن بعد يصر لي جو يصير لي كيان يصير لي وجود في المجتمع ها بوية خلاص تعالى مسكن صح لا والله أنا عندي هرمونات ذكورية زايدة ضحك عليهم الشيطان بهذه المسميات وأغواهم قد يكون هناك نعم يعني نحن لا ننكر هذه التقارير الطبية التي خرجت قد تكون هناك يعني هرمونات تجعل الإنسان يميل تصرفه فعله ألفاظ كلامه مشيته للذكر لكن لا يعني هذا أنت تنقاد مباشرة خلف هذه دعوة الهرمونات لا إنه هدينا هنجدين الله دلك على السبيل الله دلك على السبيل قومي نفسك واجعلي نفسك أنثى حقيقة لو لا نضعي ما أقدر حولت لا أنت تصبحي إنسانة شاذة منحرفة منبوذة في المجتمع لكن أنا أكرر وأعيد الطامة الكبرى مش بوجود البويات الطامة الكبرى بوجودي أنا وأنت لما أنا وأنت نتابعهم حقيقة وقد يسمعني البعض اليوم وقد يكون واحد فيكم اللي جالسين أمامي ضايف هذول سواء كان رجل شاذ متشبه بالنساء أو امرأة لما تجي تتكلم معايا فلان لماذا تتابع هذا شو تبقي تتابع هذا في السنة وهذا إنسان شاذ هذا إنسان شوف كلامه شوف ميوعته شوف كذا يا ريال خلنا نضحك شو تضحك بس هو عايز يضحك وعايز يهزر وعلى حساب شو حساب دينه وعلى حساب مجتمعه وعلى حساب الآثار السلبية اللي ستنتج من وجود هذه النماذج الخطيرة إذن يا أخو نحن لابد أن نقف وقفة صارمة جادة مع أنفسنا لعلاج هذه المشكلة هذه مشكلة خطيرة اللعن هو الطرد من رحمة الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال لعن الله اللعن هو الطرد من رحمة الله كيف الإنسان يرضى لنفسه أنا ربي يخلقني رجل ليه كيان أنا ساعات أخف شنفي ساعة أقول لها دعني أثقظه شوي أحسب الرجولة أكثر هي ليس أكفة على بس أنا أقصد كأفكار أقصد اللي أبغي أوصله لكم أني أبغي أحقق الرجولة في ذاتي من كل جوانبها كل جوانبها اليوم سيارة تروح تسوقها تشتريها يقول لك زايا هذه لا تشتريها هذه معروفة يعني في المجتمع بناتي سوقوها فلا تشتريها اشترك سيارة ثانية لندكروزر فورويل ما شتري لي لك زايا صغيرة هذه مع البنات يعني حتى سيارة من سوقها نسعج أهدين أن ما نتشبه بالنساء فما بالك إنسان يغير خلقته تماما مش قضية يلبس عباه أو يحط روج وميكاب لا الأعضاء التناسلية تغيرت يا رجل أقولها بيكون صراحة وصلوا لمرحلة خطير جدا وصلوا تشوفها أمامك تماما تظن هذه إمرأة مستعيل هذا رجل قاموا في بعض الدول وفعلوا مظاهرات وكذا يريدون أن المجتمع والدولة تعترف بهم أن هذول جنس الثالث مثليين يريدون هذا الشيء ويسعون جاهدين لتحقيق مطالبهم الدول الإسلامية لم تستجب لمطالبهم رح شوف دول غرب جمعيات منظمات رسمية بالدولة معترفين فيهم لذلك تجد هذول الناس الموجودين في المجتمع الرجال اللي سلكوا هذا السبيل ما استطيع يعيش في المجتمع شو سوى شال عمره وسافر ما استطيع يعيش في المجتمع المجتمع رفض تماما شال عمره وترك البلد وراح وين راح للدول اللي تدعم هذه النماذج تعيسه حتى يقال لك أستطيع أني أتحرر أتتحرر من شو يا أستاذ والله مصيبة عظيمة يا أخوات يا كريمات الله عز وجل جعلت أنثى فكريم ولا تخلي أحد من هذا النوع من البشر يضحك عليك ويقودك لهذه البوابات التي نهايتها وخيمة جدا وتعيسة أنت أنثى فضلت الله عز وجل و جعلت ما شاء الله يعني لكي كل حقوقك واحترامك وقداستك وقدرتك على الرأس تروح تتشبه وتنسلخي من هويتك لكن لا نريد أن نتكلم كلام نريد أن نأتي بمشكلة نعرضها بعدين نذكر أسبابها بعدين نذكر نتائجها بعدين نذكر الحلول هذه المشكلة لها أسباب ما هو السبب الذي يجعل هذا للبشر يطلعون أو هذه النماذج يطلع اليوم في المجتمع من وين يت ما هو يطلعها الذي يطلعها يا أخوات يا كرام أمور كثيرة وأسباب متعددة يجب أن نقف شوي نقف مع سبب سبب ونصحح أفعالنا وتصرفاتنا مع من يعيش معنا إن كانوا أبناء حتى لا نقع بالمصيبة العظمى ونكتشف باتشارنا بنتنا أو ولدنا ممسوخ الهوية إنسان شاذ ويميل إلى النساء والنساء يميلون عفوا الرجل يميل إلى الرجال والمرأة يميل إلى النساء من هذه الأسباب يا أخوة يا كرام ضعف الوازع الديني الموجود في نفس هذا الإنسان الإنسان سواء كانت بنت أو ولد يجب أن ينشأ تنشأ دينية يجب أن يعلم مراقبة الله عز وجل يجب أن يعلم أن أنت ذكر أنت ريال أنت ناشمي أنت رعي سنع وعلوم في نيانق هو وشبت أضو ومجلس رجال وعلوم غانمة لازم يتعلم هذا الشيء والأنت لازم تتعلم أن أنت ربت بيت وأنت معلمة الأجيال وأنت الأم وأنت الجنة تحت قدم وأنت كيانت وحشمت وسترت لابد أن تعلم هذا الشيء الأمر الآخر لابد أن يعلم مراقبة الله وأن هناك حساب وأن هناك جنة ونار وأن الإنسان سيقف بين يد الله عز وجل وسيسأل عن هذه الأفعال سيسأل الإنسان اليوم الذي يتلك هذا الطريق يعني خلاص يعدي الموضوع لما راح يعدي تعال يوم القيامة حساب جنة ونار يعني إحنا ليش نفكر بس الحين بالموضوع تابعين هوانا ومزاجنا وما تملي لنا أنفسنا طيب العاقبة وين بعدين وين نروح سنموت ونقبر بعد القبر نقف بين يدي الله ما نجاوب أنا لا أعرف كيف سيجاوب هذا الإنسان الذي نسلخ تماما من هويته ونتحول إلى هوية أخرى كيف هذا والله شيء غريب شيء غريب جدا لا يقبله العقل السوي أبدا إذن لابد يا أخي كرم أن نشأ الأبن الصغير على علوم السنع والمراجل الأبن الصغير عندما يطلع عندك ابن صغير في البيت ولد عنده خوات ولد واحد في البيت بعض العوائل الله ما نرزقها أبنها عندهم ولد واحد في البيت ومجموعة بنات هذا الولد يأكل يشرب يتغدى يطلع يسافر كله مع خواته البنات يشوفهم تكشخون تزينهم يلبسون نعبي سوون غير أول ثالث يلبس حركات مياعة مشي جاي بيكون أنثة طبيعي يبدأ يقلدهم لماذا؟ لأنه لم يرى رجال وعلوم غانما في البيت لم يرى نماذج طيبة لم يرى كلما يرى أمه وخواته وبناته تعرفون أنتو تبعهم الرجل إذن ما الذي عليه أنت كأم أنت كأب ما الذي عليه يوم تشوف أنه ابنك الوحيد في البيت طلعه من هذا الجو عقل عصر في الملعب خليل عب كرة عند الشباب خليل يلعب كرة في الملعب خليل يجلس عند البقالة عند الشباب هناك مجلسون كنا صغار نجلس عند باب البقالة نشرب عصير ونسولف وهذا يضرب هذا وهذا يسوي بهذا وهذا يمزح مع هذا دخل المجالس خليل يتعلم يصب قهوة وخليل يسمع العلوم ويأخذ الخبر ويتعلم كيف يقهوة المراجل ويجلس ويتكلم ويرحب ويسلم عن الناس هذا شيء طيب أنا من شوي قبل ما جي تلفزيون مرأت بعض الأخوة خوي شم عرب نشام وأنا جاي في طريجي مأخذ معهم موعد الجماعة هذول هل قنص يقنصون هل صقارة قالوا حياك الله المدعى عندهم الجماعة وين يقنصون طيورهم مرأت عليهم في طريجي وقفت جلس حاطين دلتقهوة واحد يقنص في طيره وسوالف وعلوم اللي عجبني فيهم جاي بنا عيالهم صغار أطفال صغار عمارهم يعني سبع وثمان سنوات موجودين صبوا قهوة على العرب وكذا ويقهووهم ووفا له وعلوم ويروح يفزع أبوه في الطير ويجهز له عشاه طيب هذا الشيء غلط أم صح هذا صح هذا رجل يطلع باشر شنب ريال ينشد به الظهر وتحصل الأبو اليوم يوم يبرز في ميلس عيال حواله عيال حواله يالسين بجنبه يتعلمون السنع تحصل الأبو دائما يجي المجلس وين أنت أبو فلان وين ولا مرة شفنا ولدك والله ولدي عند أم يالس ولدي يالس عند أم في البيت عند خواته مسكين ما يطلع عند العراب ولا شي يتفاجأ فيه باشر ويطلع الرجل ما يعرخه شو السبب السبب أنه نشأ في بيئة كلها بنات والعكس كذلك صحيح شوه العكس بعد هذا الفاصل نقول لكم شوه العكس بإذن الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبل ما نواصل ما توقفنا عدنا مكالمة أم غانم من دبي أهلا وسهلا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتي الله يا مغانم جزاكم الله خير على هذا البرنامج طيب الله يسلمك تفضل أي يا مغانم حياتي الله يا شيخ نعم عندي سؤال تفضل أي بما نهاي طهر من تشرب بمجتمعنا تعتقد يعني نعقب لهم على من على الأسرة ولا على المدرسة أول عن وين بالضبط يعني أنت أول شيء هل توافقين أن فعلا هذه الظاهرة موجودة أو أننا نبالغ بالكلام لا 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 صح كلام عدل عدل صح عفوا أنت طالبة أو أم لا لا طالبة أنت تشوفي هذه النماذج موجودة نعم طيب هذا الشيء منتشر أكثر أنا أراه في الشباب أكثر من الحريب وبنات يعني طيب خليت من الشباب أنا رح أتكلم فيه لكن أنت في وجهة نظرك شو السبب اللي يجعل البنت تسلك مثل هذا الطريق تتشبه بالرجال صراحة بداية قدت صح يعني نبضح كل الواجع الديني والخلال اللي حصل من الأسرة وين دور الواجدين في هالشي يعني انت شايف ان البيت له السبب الأكبر في علاج هذه المشكلة من الصغر كم العمار اللي لاحظتي عليهم كم عمار اللي فيهم هذا الشيء هالتي عمار اللي خطفة المراهقة هادلة كم يعني يعني ممطعش وصاعد ممطعش وصاعد طيب ان شاء الله راح نذكر بعض الحلول بإذن الله عز وجل لتستفيدي وانتي أدعي الله سؤال ذا تفضلي وين دور الحكومة في هالشيء ليش ما تمنع هذه الظاهرة كيف خلينا واقعين كيف الحكومة تمنع هذه الظاهرة إنسان داخل بيتها يارس من خش يمارس مثل هذه السمكية لا تشوف لا تشوف لا تشوف لا تشوف لا تشوف لا لا تشوف لا 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 مستحيل أنا احنا نشوف ونعرف يا أختي الكريمة أينس لا لا نشوف نشوف في السوق في هذا كل مكان نشوف هذه النماذج جالس في مطعم رسمي كذا برع مستحيل هذا لا تشوف لكن تشوف الخفيف الخفيف أنا وانتي إذا شفنا مثل هالنوعيات موجودة في المجتمع لماذا لا نرفع السماعة ونتصل لماذا على طول نعقل لهم على الحكومة أو على الشرطة أو على السكوريتي لماذا؟ أنا وانتي لدينا قانون يدعمنا لدينا قانون صرح لنا واباح لنا أن نبلغ عن هذه عندما نرى هؤلاء الناس في المولات فقط متحرطة مع عمارنا ونرى كيف ونرى رفع السماعة تصل بلغ عليه ميتم دقيقة ميتم أنا مجرب هذا أنا أقول إذا كان ما يسمى بالإحتشام يعني بنت لابسة قصيرة بنت عادية لا هي بوية لا هي شاذة لا هي رجل شاذ ولا غيرها بنت فقط كل ما في الأمر لابسة قصيرة أنا بنفسي طبقت هذا رفعت السماعة وتميت واقف من بعيد وجهز سكورتي عندي وأشترتها قلت لهذه البنت والله أمامي أشعر علي قالت لي برع هي معها زوجها طلعها برع وجلس يمشي معها إلى أن وصلها للباب وصارت شوشرة في المول اللي أبغي أقولها يا أختي الكريمة الدولة المجتمع المدارس الأولياء الأمور الجمعيات التوعية الإعلام الجرائد مواقع التواصل كنا لازم نتكاتف في علاج هذه المشكلة علاجها من خلال توعية المجتمع توعية أفراد العيال الأم الأب يشتغلون على بنائهم بناتهم ينشؤوهم تنشئ طيبة أهني بإذن الله عز وجل نحن نستطيع أن نعالج هذه المشكلة لكن بالنهاية أنا أبغي أقول شيء الهداية بيد الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء أنا وإنت نزعج لما نشوف هذول لكن نرفع إيدينا نقول اللهم لا شمات نقول الحمد لله الذي عفانا مما ابتلانا به مما ابتلاهم به وفضلنا على كثيرا ممن خلق تمضيله هذه نعمة من الله عز وجل أن أنت طلعت بنت سوية على الفطرة لم يعني تتلوث أفكارك وعقلك وثقافتك بهذه النماذج الغير سوية قولي الحمد لله عز وجل لكن بما يخص الأسباب و النتاج رح نذكرها بإذن الله عندك شيء ثاني أختي شكرا أنت ذكر الله خير الله يحافظك يسلمك بارك فيك طيب من الأسباب أخوة كرام اللي ذكرناها احنا قلنا السبب الرئيسي ضعف الوازع الديني ما في دين البنت هذه أو الولد هذا عاشه في بيت ما في وازع ديني ما في تنشئة ما في صلاة ما في حب الله ورسوله ما في ترغيب ما في ترهيب ما في ترغيب أن هذا الشيء عقابة كذا كذا وما في ترهيب الجنة وما عد الله عز وجل لعباده المؤمنين الأمر الآخر المهم كذلك الانفتاح للدول الأخرى احنا نشوف اليوم هذول الفشنستات والمشاهير وغيرها شو يسوون في برامج التواصل الاجتماعي أو في الشاشات أو غيرها نبغي نسيهم مثلهم شفناهم مشاهير وكذلك خلاص تقليد أعمل الغرب يا جماعة الخير هذول الناس ممسوخين العقل والهوية ما عندهم دين ما عندهم وزع ديني يجعلهم يستقيمون على طريق قد يكونوا ملحدين قد يكونوا بدون دين أنا وانت وانت واللي يمن يسمعنا احنا مسلمين عدنا دين يضبط سلوكنا واخلاقنا وافعالنا والفاظنا ودخولنا وخروجنا عدنا دين احنا مش احرار احنا عبيد لله عز وجل في تصرفاتنا في افعالنا في كلامنا الله بيسألنا احنا عدنا ايمان جاهزا سنقف بين يدي الله معناته سنسأل اذا لابد ان ننظم حياتنا وفق ما يريدها الله عز وجل ورسوله ما نمشي على هوانا ونتبع مزاجنا شوي يقول المزاج خلاص بس خلاص يلا تبعه وروح من المسال المهمة التي تقود لخروج هالنماذج الاسراء البيت الام والاب الام تبدأ تشوف بنتها عليها بعض السلوكات من يوم صغيرة عمرها تسع سنوات عشر سنوات خالها خالها صغيرة وحليلة باشر بتكبر بتعرف هذا خطأ تشوف ان البنت يعني وايد ويو الولد اخوها هذا خطأ انتي كأم لابد تجعلي البنت هذه يعني تتصفيها الأنوثة لبسيها لبس أنوثة خذيها مجامع فيها نساء حفلات حريم عزايم غيرها راقبي من صديقاتها مع من تدخل مع من تطلع من تتابع في هذه البرامج لماذا نحن بنتم نقول هذه صغيرة وصغيرة وصغيرة شو صغيرة وصغيرة صغيرة وصغيرة وخرجت لنا الصور الغير سوية في المجتمع بسبب شو صغيرة في الان حجبية صغيرة ترى شفتها صغيرة شفتها شغلة بالتيلفون كذا كذا صغيرة بس كلمة هذه صارت اليوم شماعة على كل شي صغيرة وصغيرة وصغيرة يكبر الولد ضاع الابو شوف ابنه صغير 24 ساعة وها خواته يارس في البيت سلوكه الفاضة حركاته مخلنه خلق باشر بيكبر بتطلع اللحي وشنب وبيستوي ريال هذا جواب بعض الاباء غير صحيح غير صحيح هذول الناس اللي نشأ وهذه التنشئ ويوم كبروا طلعت اللحي وشنب شخطها بموس حتى يبقى على الشي اللي يربع عليه بكون إنسان مايع وقريب من الإناث شو اللحية يعني ما يقدر يشل اللحية وشنب مثلا بكل بساطة إذن احنا متسببين لما احنا تركنا يعني عدم متابعة أبنائنا وعدم يعني أخذهم وأخذ الحيطة والحذر أن يقعوا بهذه المصيبة العظيمة اليوم للأسف الشديد صارت موضة عند البعض موضة أن يأتي بالأفعال الغريبة والشاذة كيف بنت محلقة مثل الأولاد عاملة قصة في شعرها والله موضة من قال شي موضة هذا شذول هذا رجل الرجل يفعل كذا يعتبر عاصي لله عز وجل هذا يسمى قزع في الشريع الإسلامي نهى عنه النبي صلى الله و سلم كيف أنت بنت تشبهتي بالرجل و وقعت بمحظور أصلا ليش يتشبهون بالغرب شافوا النساء الغرب الممثلات والمشاهير و مدرش و هذول يسوون هذه الحركات سوت مثلها سوت مثلها و طب و قلدتها تماما في المدرسة شافت مجموعة بنات ها مشت وراهم بعض البنات شخصيتها ضعيفة ينقص عليها يبوها يلبسوا معاها تعالي أنت ترى كذا أنت ترى جميلة أنت و أنت و أنت دخلوها في معمعة سوت علاقة حب مع بنت مثلها و شوف وين وصلوا الجماعة لأمور لا تحمد عقبها فالقضية مشتركة احنا كأفراد مجتمع لابد أن نتحد جميعا بتصحيح المفاهيم الموجودة لدى الأبناء الأبن لازم تمسك تقول لأولدي شوف ترى هذا انت ريال لازم تكون كذا كذا لازم ما تسوي هذا غلط هذا عيب هذا حرام الله عز وجل يسألك يوم القيامة البنت نفس الشي أنا يعجبني يعجبني يوم تدخل البيت حصل بنت صغيرة بنت صغيرة عمرها سبع سنوات تلعب الروج سوي منكير وتلعب الرول البعض يستنكر هذا الشي لا كيف بنت صغيرة مسوي روج شو تتعلموا أنتوا أنا أؤيد هذا الشي و أنا أقول هذا الشي صح لماذا هذه البنت ستتحقق الأنوثة فيها و هي صغيرة جالسة هل معنى هذا أنه يعني أنت الحين يستعلمها أنه مدام هي داخل البيت يستلعب الروج و جحال و مدرشو و مناكير هل معنى هذا أنه أنت يستعلمها أن يوم تطلع تكبر تسوي تذي بعد برع في الشارع لا أنا ما أقصد جذة أنا أقصد هذه البنت لما جالسة تسوي هذه الأشياء و تطبق هذه الأفعال هذه أنوثة هي تطبقها في حياتها من يوم صغيرة البعض لا بعدها صغيرة شو تحطي لي هذه الأشياء خلوا البنت يا جماعة الخير أي أنثة خلوا تتحقق الأنوثة لا تنفروها من الأمور التي تجعلها أنثة الميكاب والروج والحركات هذه في جو البيت أو طالع مكان عند عهلها و ليس في مجمع رجال لا يوجد حراج هذه أمور مباحة لا امسيحي هذا كله يوم تكبرين خلوها تبعد عن كل ما يتعلق بالأنوثة كبرت البنت لا تعرف شيء في الأنوثة من السبب من السبب أنت كأم لما تعاملت مع البنت بالطريقة هذه بالعكس نحن علينا أن نشأ هؤلاء الأبناء تنشئت الأنوثة أنت أنثة لازم أربطش وعلقش بكل شيء يتعلق بالأنثة أنت ذكر لازم أعلمك واربطك كل شيء يتعلق بالذكورية الولد الصغير من يوم أنه صغير علمه وضع عقال عراسة يذهب إلى المسجد وضع عقال عراسة يتعب ونصير المسجد اليوم وصلي الجمعة وضع طربوش وتزقرة ورش العطر وتبخر وطلع معك ولد صغير طول شعره لينه هنا وقاصي لبكلته ولد صغير يتمشى فيه الأب الأب يب الميال يفتخر فيه ولده سايح تقول بنت وهو ولد حط لمصر على عراسة وعقال يتعلم المراجل والسنع يطلع لك ولد عن ألف رجال يقود يقود فريج هذا بكبرى باتش ريامر وينهي في مجال عمله في دوامه في فريجه في ميلسه شوه ولد صغير مطولي شعره لينهني سايح وشدي على الأساس أنه كيوت وكل يوم أمة صورة سناب ومدرش ولد يا جمع ولد من أول علمه هذه المياعة من وين نشأ من وين يتأ أنا و أنت الولد اليوم نحن نخليه يطلع يلعب بس في الشارع شوي يطلع يلعب عند باب البيت يسوك سيكل صغير صغير تسع سنوات ثمان سنوات الأم تعال حر تعب عليك بتتعب تعال يدخل البيت تمسح وجهه بالكلينكس ومادر شو الجلسة بالهوى واتنط خلوه هذا ولد خلوه يلعب في الفريج خلوه يتوصق خلوه يطيح خلوه يتعور شو المشكلة هذا رجل بيكبر بعد شوي إن شاء الله بس فيه رجل يعرف سنع يعرف يخشو شنو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالإنسان لابد أن يكون خشن الرجل لابد أن تتصف فيه الرجول الخشونة ما يكون واحد مايع خلوه يلعب يدق الحيط يدق ما يطوح من فطيح من فوق الإدار أنا حيانا يتصبيني واحد أو تتصلهم تقول يا أخي عندي ولدي يا أخي مشاغب كله فوق الإدران يركض وما في الشار بيساعة في الحوش الظهر يلعب شو سوي به خليه أنا أقول لك خليه أهنيم هذا مصنع الرجال هذا اللي يخلي الرجل يكون غليظ وشديد كواحد ما يحل سليف الصالم طولي شعره هالقد وكل شوي يسوي له استشوار ويأخذوا هذيك الحلاليق الفاهرة ويعدلوا لقصتها شو هالحركات ما يصلح ويأخوة لازم نراجع نفسنا مع أبنائنا ونعرف كيف نتعام مع أبنائنا أم والأب هم اللي ضيعوا عيالهم نحن اللي ضيعنا عيالنا لما وصلنا لهذه المرحلة شل ودى الحلاق الشعط راسه بموس أنا أقول لك مو بطول شعره شعطة بموس ما تري الصراحة وين قبل نطلع والله من الساعة ثلاث الظهر نحن في الشارع نلعب في الفريج نرجع البيت الثياب نهاي وصخ فصمنا مقطعها وحالتنا حالة الآن تعال شوف انعاله وانتم بكرام انعاله أنظف عن ثوبه الآن انعاله كيوت مدرش يعني صراحة اللوم لابد شي منه أن يصلط للأبا والأمات لهم دور كبير جدا في أن جعلوا هذا البن يصل لهذه المرحلة التعيسة ويزاهم الله خير دولتنا يوم سوونا الخدمة الوطنية هذه والله خرجت لنا رجال وعلمتهم السنع والعلوم الطيبة والغانمة ما يطلع لي لولد رخو خليه يتعلم ولدي صغير مسكين ضعيف ما يتحمل وين مودينا الجيش خليه يروح الجيش الجيش مصنع الرجال شو الجيش تخاف تخاف على ولدها وتدور مليون واسطة لن يدخل الجيش أنا أغا ولدي أنا مدرشو سامحوني يا أخوات يا أبا يا أمهات لابد أن نكون حازمين شوي مع أبنائنا مع من يعيش معنا حتى يخرج لنا مجتمع واعي مجتمع على الفضيلة على الحشمة والأدب والأخلاق الطيبة لكن بالطريقة هذه لا يصلح من الأسباب يا أخوات يا كرام التي تجعل هذه النماذة تنتشر في المجتمع مثل ما أسلفت أننا نطبل ونصفق لهم شوفها في المدرسة قروب يمشي وراها خلوها بروحة تحوط والله ولا أحد يسأل عنها سبوعين ثلاث وبتنسحب من هذا الفكر اللي كانت فيه لكن يومنا ونطبل ونصفق لها البنات كلهم وراها وهي زعيمة جدا تخرج لنا هذا الشي النتائج وخيمة النتائج إذا جينا حين تكلمنا عن أسباب إذا جينا للنتائج وخيمة مخيفة جدا يطلع لنا مجتمع من حل من حل أخلاقي من قريب نسمع في برامج التواصل من ينادي بالمثلية والله هذه حرية شخصية انحلال هذا فطري أي حرية كلما قال شيء حرية حرية لا مش حرية هذا انحلال احنا هذه الدولة علمتنا السنع والعلوم الطيبة ما علمتنا أننا نكون من سلخين الهوية والفطر السليمة لا ما تعلمنا هذا من أشيوخنا ولا من أبانا ومهاتنا علمونا السنع والعلوم الطيبة فالنتائج جدا خطيرة إذا هذا كل بيت كل بيتين ثلاث كل فريج فيه اثنين ولا ثلاث من هالبنات أو من هالأولاد هذا يا سيد زايد ترى المجتمع يا سيد زايد البنت هذا يوم عندك أنت في البيت وحدة في البيت وعندك خوات باجين الخوات الباجين يشوفون هذه البنت ويسوون مثلها ويسوون مثلها ويقلدوها يوم واحد أنا يا أخوة يعني صارت لي مواقفة هذه الأشياء أنا أذكر كنت في سنة من السنوات في المدرسة عندنا واحد من هذول الشباب هذا الولد أم صاحب له واحد وهذا الثاني الذي يمشي معه واحد من هالأصحاب البشرة السودة رجل شنب والله يا جماعة الخير مش معاه شهر هذا الأسمر قام بحطروج تضل قام بحطروج ويحطك حال ويخصر ثيابه ويخصر من خال أزود رجل أسمر وصل ل هذه المرحلة شو السبب الصاحب وقالوها هذه حقيقة فاصل يا أخوة فاصل يا أخوة يا كرام ونعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن ذكرنا يا أخوة يا كرام عن أسباب هذه الظاهرة شيء من أسبابها ولا هذا بحر طويل ونجلس نفصل فيه ما رح ننتهي وحلقات كثيرة يحتاج لكن لعل بهذا القليل البركة والفائدة بإذن الله عز وجل ذكرنا الأسباب وذكرنا النتائج اللي رح تنتج مجتمع سلم عليه كبر عليه أربع مجتمع منهار مجتمع ركيك مجتمع ضعيف لا وازع ديني لا عبادات لا طاعة لا حاجة خلاص يعني إنسان إذا وصل لهذه المرحلة شو بقى إنسان إذا وصل لمرحلة أن الرجل صار حرم وصار بنت والبنت صارت ولد شو بقى كبر على المجتمع أربع لكن الحمد لله رب العالمين يعني أنا حتى لو يقولوا لي لا والله هذول انتشروا بطريقة لا لا أنا بعدي أقول قلة قليلة نطلع في الشارع نوقف في الشارع لا أشوفهم صراحة لكن نحن نقول موجودين ويجأ منخشين على قولة مهند تحت الهواء يقول لي منخشين ممكن يكونوا منخشين ما يحبون يطلعون في الملأ لكن هذه النماذج لابد أن لابد أن نوعي المجتمع عن خطورتها حتى ما يتكثرهم خلاص هذا الموجود الله يكفي نشرهم ويهديهم يا رب ويصلحهم لكن ما نبغي يشوف تأزايد فيه ما نبغي كل يوم طالعنا واحد يديد ما نبغي لا من الحلول التي لابد أن نتكلم فيها بما يخص هذه المشكلة من أكبر الحلول تثقيف المجتمع ودور الإعلام في معالجة هذه المشكلة من خلال البرامج الدينية من خلال البرامج التلفزيونية الإذاعات المدارس المعاهد الكليات تقديم محاضرات ندوات جرائد صحف مجلات برامج التواصل الاجتماعي اجتماعات في الأسر في القبيلة في المناسبات دائما الإنسان لا بد أن يكرر ويعيد ويرسخ في أذهان كل من يعيش معه عن خطورة هذه المشكلة الموجودة معنا اليوم لا بد أن نسلط الضوء منبين لا نقول لا 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 ما في شي ليش يا ريال هذا موضوع حساس كيف تبغين أكلم بنتي عنها يكلم بنتك من قال لك الموضوع موضوع حساس لابد أن تفهم البنت تفهم حتى لا ينضحك عليها ترى فهمي ما ما ترى فيه كذا 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 تتصف شخصيته سواء كان ماي للذكرة أو الأنثى من يوم عمر سمتين وثلاث سنوات حوله الطب والنفس يقولون من يوم الوالد عمر ثلاث سنوات أربع سنوات يبدأ يتشكل نموه وميلانه لمن يميل للرجل وميل للأنثى من يوم عمر أربع سنوات أربع سنوات يعني هذا كتكوت أنت بعدك تشلب حظر وتلعب معاه إذن الموضوع ليس بسيط كلما قلنا حاج صغار 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 أربع سنوات نقول لك يحتاج من الآن تبدأ تعلم السنع تعلم الأشياء طيب أن أنت حرم بنت وانت بابا ريال ولد من الأسباب والحلول لهذه المشكلة يا أخوة يا كرام أنا نثبت لهذا نقع بعقوبة نخوفة نخوفة أن الله عز وجل يعاقبك أنه كذا أنه يفعل هذا الفعل متوعد بوعيد شديد عند الله عز وجل ومن الأسباب كذلك أن نتعامل معهم ونحتويهم برفق وحنان ولين أنا ما أقول أنت الحين يمكن أن تشوفني أنا أتكلم على الشاشة الله فيصل يعني كأن يقول مسكوا عصاو خيزران وطيحوا فيهم شيط ساير لا أنا ما أقول هذا الكلام أنا ما أقول هذا الكلام أنا أقول لابد أن يتعامل معهم برفق ولين وهدو وحكمة إلى أن تعالج هذه المشكلة برفق ولين فيه شيء من الحزم حلو لما يكون الحزم معاك لكن بنفس الوقت وفيه حنان فيه لطف فيه لطف فيه يعني مش اسلوب يعني أنت فهمين قصدية توقع أنا أحزم لكن في نفس الوقت عندي شيء من الحنان أنا أحزم معاك بس أنا بخليه أحس بنفسك ترى أنا أحبك ترى أنا أحبك وأحترمك وأنت تعني لي الكثير وأنا أخاف عليك من خلال التعامل هذا التعامل التكرار النصح في جو البيت هو الذي يجعلنا نتخلص من هذه المشكلة الموجودة من علاج من الأمور والحلول لهذه المشكلة متابعة الأبن والبنت مع من يمشون مع من يصاحبون إذا ما صاحبت القومة فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي من الحلول هذه المشكلة أنكم ما تخلوا الأولاد والبنات ينغلقون على أنفسهم في غرفة النوم البعض يخلي بنته في غرفة النوم بالساعة طوال الخلوة يا أخوة هي اللي تأتي بالأفكار الشيطانية كلها الإنسان لما يخلو مع نفسه ويهرس طول الوقت في غرفة نوم والبنت طول الوقت يهرس في الغرفة الأم والآب والأخوة يهرسين في الصالة يسولفون يعكلون يشربون طالعون تلفزيون والبنت في الغرفة الخلوة هذه الوحدة هي من الأسباب اللي تجعل البنت تسلق مثل هذه الطرق لأن يأتي الشيطان يزين لها يوصف لها أشياء وهي يرسل تدخل في هذه التلفونات والطالع الأخضر واللياب تبدأ تتخلق بهذه الأخلاق لا تعودوا عودوا أبنائكم لا تعودوا غرفة النوم اسمها غرفة النوم ما اسمها يا شيخ يعني تروح عشان تنام اسمها غرفة نوم هذه غرفة نوم أحمد هذه غرفة نوم مريم غرفة نوم مش غرفة جلوس الصالة يسمونه مجلس الصالة هذه تجمع أهل البيت تجمعون يجلسون فيه هذه كمحزة النوم دوقت خلاص تبقيت أرقل أخوي روح أرقل لا تخلو مع نفسك في غرفتك تقافل على نفسك الباب والله أعلم وين تسرح وين تمرح في هذه البرامج وتأتي بعد ذلك الويلات هذا سبب جدا مهم لا تجعل أبنك يخلو مع نفسها ولا تجعل يبنتك مع نفسها دائما تبعي تعالي وين نطلع تعالي نصير المول تعالي نصير عند خلطك تعالي نصير نزور يدتك تعالي نصير نزور صديقتك تعالي دائما نعود الأبن نفس الشي تعال والدي قوم بنسير المسيد نصلي قوم بنسير الميلس الافلاني قوم بنسير سوق السمت بنشتري علموا العيال السناء هذا السلوك الذي يجعلنا اليوم نحافظ على أبناء مجتمعنا يطلعوا لنا جيل واعي ما شاء الله على الفضيلة والخير خذوا سوق السمت لا رجاء رجاء لا تتخيص الثيابة كلها ريحة سمت كيف هو تجيسوا بالسمت الثيابة ينبيه البيت كلها ريحتها سمت شفتوا كيف التفكير شو يعني يتي ريحتها سمت شو المشكلة شو اللي رح يصير هذا الرجل مش مبنت لازم تكون أنيقة وخفيفة وشدي هذا رجل خاله يتوصخ يطيح يروح ريحت شو المشكلة هذا رجل وهذه بنت هذا لها شيء تركيبة معينة وهذه لها تركيبة معينة تعيش فيها أما أننا نخلط هذا بهذا لا المدارس يجب عليها أن ما تسكت عن هذا الموضوع تكثف جانب الوعظ أنتو كمدارس تعينوا يا أخي بالهيئة العامة الشو سامي والأوقاف بالمرشدين والمصلحين الأسريين وغيرها يا جماعة الخير تعالوا والله عندنا مشكلة كذا 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 نبغي نسوي ورشة عمل نبغي نسوي محاضرة أخصائي النفسيين تعالوا شوفوا هذه البنت تجلسوا معها هذه البنت لاحظنا عليها تصرفات كذا كذا اليوم بعض المدارس كلمناها مرة ومرتين وثلاث ما في فايدنا خلاص يأسوا منها وتركوها تسوي لتبغيه وكل يوم يلس تخرب حد في هذا المجتمع كل يوم يلس تخرب حد وكل يوم وعدي ضيع في الجامعات نفس الشيء لا بد أن تعقد هناك دورات مؤتمرات محاضرات منشورات تثقيف مواد خاصة في ما يخص هذه الأشياء شوه الرجل وشوه المرأة شو الأنثة وشو الذكورة لا بد أن نميز ونفرق بين هذا وهذا إذا أنا وأنت أنت مدرسة وحكومة ودولة وخطب جمعة ومساجد ومجالس ومنابر وإذاعات كلنا بنسكت كيف نعالج المشكلة أنا قبل ما إهني واحد يقول يا رأي موضوح الساس شو تريد أن تتكلم به تركه كيف تركه أنا أحب دولتي وأحب من يعيش في هذه الدولة وأحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأحب كل الدول العربية ما نقبل أن نشوف هذه النماذج موجودة في مجتمعاتنا نحن مسلمين لا بد أن نعود لرشدنا نعود لهويتنا الأصلية لا بد أن نعود لفطرنا اللي الله عز وجل فطرنا عليها الله فطرني أنا ذكر والله فطرش أنت أنت أنثى إذن إذا اختلت هذه الفطرة يجب علي أن تعالي أنت بهي ترا شفت عليك هذا التصرف عيب أنت بنت ريال يسوي جذا والعكس شوف لديك سيحركات مائعة تمسك تعال شو أنت أنت ريال شو المياعة شو إذا ما نقول هذا الكلام ما نوجه بعضنا كيف نحافظ على كيان المجتمع كيف نحافظ على كيان المجتمع اليوم كم من المجتمعات أنا أعرف كم من الاتصالات التي تتيني هربا تطلب الطلاق ليش تكتشف أن زوجها شاف زوجها عنده شذوذ طاح يديها يوم الأيام بموبايلة موبايلة وهاتف الزوج طبعا ضد التجسس على الموبايلات لأن باب شرع عظيم لكن نقول طاح التلفون بديها ودخلت ولا الرجل تارس التلفون صور كله صبيان و يعني أمور شاذة توحي لشذوه طيب هذا شو الحرمة تصل تصيح كيف عالجي يا رجل زوجي اكتشفته كذا كذا شفت محادثات يكلم واحد كأنه يكلم بنت حبيبي شتكت لك انت وين تعال أبغي أحظنك أبغي الشيء واحد يستحيي ذكرها نحن في قناة رسمية موقرة مثل هذه نستحيييييييييييييييي ولكن هذا واقع للأسف و العكس رجل يكتشف ان زوجتي على علاقة مع صديقتها يتصل يا رجلي فيصل كيف حالك هياك الله يا رجلي وร про 24 ساعة تتكلم صديقتها و أصابقرت ما هو المشكلة يا رجلي لعله سوالف قليلا لموضوع زائد عن حده و بيني وبينك اكتشفت و طاح موبايلها بيدي واكتشفت أن البنت أن الحرمة علاقة حب بينه وبين البنت هذه علاقة حب ويطلعون وحجزون ويسافرون ويليسون وكافيات وسوالف لا تحمد عقباها توصل لمرحلة اللي يصير بين الذكر والأنثى يصير بين هذه الزوجة وصديقتها شو ذوذ نسأل الله العافية والسلام هي تصل لقول الحق عليه شو سوي زوجتي أم عيالي هذا وضعها طيب هذه ليس مشكلة كبيرة هذه مبطامة تجد اليوم هذا الموضوع يصل للطلاق تنهار البيوت طيب بيوت انهارت تقول لا يمكن أبقى معا دقيقة اكتشفت هذا الشي عشان أختم بمسألة تتعلق بالشذوذ تجد الرجل اليوم زوجته في المحكمة ليش يتصل عليك يا أخي الحق عليه تكلم زوجتي زوجتي في المحكمة أنا أدخل وأكلم زوجته هافلانا بكل صراحة تقول لك يا أخي عفوا ما احترامي لك زوجتي يأتيني من الدبر شوفوا الوقاحة والشذوذ لأي درجة وصلنا اليوم تقول ما أستطيع أن أجلس معها دقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ملعون من أتى مرأة من دبرها ملعون شو الشذوذ شو هالقذارة شو هالفكر شو هالعقل اللي وصل إليه البعض إن مرأة الله عز وجل أباحلك تأتيها بمكان الحر اللي تنجب من الأبناء مو تأتيها بأماكن مليئة بالقذارة والوساخة ما أقول إنسان سوي ويضربها ويهينها بالغصب لازم يأخذ منها اللي يبغيه هذا إنسان سوي لا والله ما هو سوي أنا عرف أن اليوم طولنا يا أخويا كرام وتكلمنا وثقلنا لكن وصلوا صدوركم علينا ولعله في الكلام فائدة بإذن الله عز وجل إلى اللقاء الجديد نلتقي ونواصل عما نريد نشوفكم على خير وشكر موصول لكم جميعا نستدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة